طالب ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غليمور مليشيات الحوثي بإيقاف الهجوم على البواطنين بالطائرات المسيرة من أجل استمرار الهدنة وتمهيد الطريق للسلام وبيّن غليمور خلال تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط عمل الاتحاد الأوروبي مع الأطراف كافة وقال إن إيران لا تساعد لصنع السلام وحل الأزمة في اليمن مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المبعوث الخاصة للأمم المتحدة لليمن هانس جرانبيرغ